الشأن الرياضي وجه الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة الباراليمبية المصرية وجه الشكر للرئيس السيسي لدعمه ومساندته اللامحدود لذوي الهمم وأعلن رئيس اللجنة اختيارة نائي رحاب أحمد لاعبة رفع الأثقال وعلي الزيني بطل التكديف لرفع العلم المصري في طابوريا عرض باراليمبياد باريس كما أعلن أن الدورة سيشارك بها أكثر من خمسين لاعبا ولاعبة من إجمالية عشر رياضات من بينهم خمس وعشرون لاعبا من مستخدمي الكراسي المتحركة وسبع من دوي الإعاقة البصرية بالإضافة إلى الإعاقة الذهنية ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة